تحركات غير أهتيادية لداعش في الأسبوع الأخير الذي يستبق الدخول للأيام الأخيرة من أيلول الحالية إذ أظهرت ثلاث هجمات نوعية نفذت في ثلاث مدن خلال اليومين الأخيرين أحدها كادت أن تنتهي بسيطرة على قرية شمالي ديالة تسببت تلك الهجمات باستشهد وإصابة نحو عشرين عسكريا من بينهم ضباط ومختار في قرية وعناصر حجد عشائرية كما شاركت في صد الهجمات طائرات ومسيرات تابع للجيش المسلحون الذين استخدموا في بعض الهجمات أسلوب الكمين لإقاع أكبر عددا من الضحايا فيما كان الانسحاب مخططا له بشكل دقيق هذه الحوادث تأتي مع أعلان الحكومة والقيادة العسكرية بدأ الاستعدادات الأمنية لحماية الانتخابات والتي ستجري في غضون أقل من شهر وخلال الأسبوعين الماضيين كان واضحا تصاعد الهجمات في مناطق شمال العاصمة رغم تنفيذ حمالات عسكرية وتمشيط لبعض المناطق الهشة أمنيان وبحسب مصدر في مؤسسة أمنية حساسة أشار إلى وجود تحركات غير طبيعية لتنظيم داعش في غضون الأيام الماضية وبحسب الامتداد الجغرافي في أن التحركات الإرهابية تمثلت بتنقلات عناصر داعش بين بلدات في جنوب كاركوك وشمالي وشرقي ديالة وجنوب الموصل وشرقي صلاح الدينة إذ كان الهجوم الأخير في ديالة الذي نفذ من قبل مسلحين أثمر عن سيطارة كاملة على النقطة التابعة للفوج الأول ضمن الفرقة الثانية للجيشة بعد استشهد ثلاثة جنود وإصابة واحدا وبعد احتلال النقطة العسكرية بدأ داعش بالترتيب للدخول إلى القرية لكن وفق ما يقوله مصدر لونانيوز أن وصول التعزيزات العسكرية دفعهم للهروب إلى داخل صلاح الدين